اشتركوا في القناة مبارك لكم ولكل الأمة الإسلامية ونحن في شهر السيام شهر رمضان المبارك نرى العديد من الجماعيات الخيرية تتسابق لفعل الخير وإتخال الفرحة على العائلات الفقيرة كما وتتنوع برامجهاته الجمعيات والمؤسسة الخيرية ما بين توزيع وجبات الإفطار على المحتاجين والمساعدات النقدية والعينية من مواد غدائية وغيرها تحت ما يسمى بقفة رمضان إذا أتمل صوت لهم استضافت في عددها لهذا الأسبوع السيد يحيوي الهواري وهو رئيس جمعية كافل اليتيم فرع وهران أعزائي المستمعين كي لا نطلع عليكم نترككم لتعرف على هذه الجمعية وأهم المساعدات التي قامت بها وأهم الأعمال في هذا الشهر الفضيل إذا أعزائي المستمعين سوف نتعرف الآن على السيد يحيوي هواري وهو رئيس جمعية كافل اليتيم فرع وهران مرحبا بك سيد يحيوي مرحبا شكرا على مدى المبارك شكرا لك عرفنا على هواري يحيوي وعلى جمعية كافل اليتيم فرع وهران بالطبع يحيوي هواري رحى رئيس فرع جديد دين شأنه في العواني الأخيرة في بحي العقيد وكان هذه الملهجية لتطبقها جمعية كافل اليتيم المكتب الولاي أنه تفتح عدة فروع على مستوى عدة بلاد بلديات وعدة أحيات كيك تنقص بعض الماء من الضغوطات على المكتب الولاي وكذا ان شاء الله نتقربه للقرامين والأيتام للعائلات العرامين والأيتام لا تكون المسافة باللدام بين المكتب الولاي وكذا العرامين والأيتام شكرا سيد يحيوي ما هي أهم الأعمال التي قمتم بها خلال الشهر الفضيل بالطبع كما جاءت العادة جمعية كافل اليتيم المكتب الولاي بكل فروعه تنشط في خلال كل سنة وخصيصا خلال شهر رمضان تضاعف بالعمل الخير لصالح الأرامين والأيتام بما أنها مناسبة كريمة وهو شهر رمضان إلا كمعية كافل اليتيم بمختلف فروعها قدمت كما جاءت العادة قففة للأرامين والأيتام أربما العدد الإجمالي كان في المكتب الولاي بفروعه حوالي ألفين قففة وزعناها على الأرامين والأيتام وطريقة اختلفت هذه المرة كان طريقة وإن استطعنا أن شرف العائدات أو الأرامين والأيتام بقدومهم إلى المكتب باستقبال مميز وكذا كانت لهم فرحة بحيث وعلى المرة القفة كانت كذلك مميزة بحيث كان فيها حوالي 22 أرتيق بما فيه كل المواد الغذائية بما فيه كل الأنواع الغذائية الحديث، السكر، السميد، الفارينة كل الأمور اللي ربما ستخفق بما أننا في ظاهرة الأخيرة ظاهرة الكورونا ربما الكثير من العائلات نضروا شوية ولكن جمعية الكافيليات وقفت مع هذه العائلات والأرامي الخاصة والأيتام لربما ما يكونونش مخصوصين في هذا المشاكل يمكن فيه توزيع الحمد لله كان فيه محسنين فهم كل مرة يأتوا باللحوم ووزعنا اليوم عدة اللحم على الأرامي والأيتام والعمل متواصل نحن إن شاء الله متقربين إن شاء الله باش نقدموا الملابس العيد ملابس العيد ربما خمسالاف النيتيم إن شاء الله ننبسوهم بملابس ما شاء الله إن شاء الله بالتعاون مع المحسنين ونختنم الفرصة ونشكر كل المحسنين ليسهموا في إدخال الصرور على هذا المساكين وعلى هذا اليتام أكيد رأينا مؤخرا أن هناك بعض الجمعيات نجدها تختنم فقط شهر رمضان من خلال إعانات لهذه عائلة المحتاجة هل أنتم من الجمعيات التي تنشط فقط في هذا الشهر أم أنكم تقومون بأعمال على مدار سنة نعم بطبع ربما يكون في علمك لدينا عائلات مسجلة لدينا كل شهر نتكفل بهذه العائلات كي ندعم الألمالي كي ندعم الدراسي كي ندعم الطبي كي ندعم خرجات ترفيهية للأيتام نحن العمل تعنيت يتواصل كل عام ومعنا برنامج مسطر للأيتام حيث نقدم لهم ربما في آخر السنة في نجاح في الدروس أو كل متحفين على الباكالوريا بمعدلات ممتازة نكرموهم بأمور شتى العمل نحن متواصل القفة نمدوها كل شهر ربما قفتين في الشهر ريفون مدوها قفة في الدعم مالي في أجر نقدموها إلى الأرامل ونصر على الأرامل أنها تحتني بالأيتام وكذا تحتني كذلك بالدراسة لأن ربما نعطي الأهمية كبيرة للأيتام الذين يتمدرسون جيدا في المدرسة ونحن نركز على ذلك أكيد عمل جيد قدركم تقوموا بها سيد يحياوي هل قمتم بتنسيق مع جمعيات أخرى في إطار عمالكم الخيرية؟ بالطبع كان لنا تنسيق مع الكشافة الإسلامية وقدمنا لهم بعض المطاعم وقدمنا لهم بعض المطاعم وكان لنا اتصالات مع أخونا الوحيد ونشطنا بها في عدة نشاطات خيرية كالإطعام وكذا أمور التي تهم المساكين والأيتام والعرامل والمحتاجين كذلك ما شاء الله لكم في صدد أنك ذكرت سيد بن كنان وحيد رأينا كذلك أنه قام بإعداد وجبات إفطار للصائمين في المستشفيات على ما أظن بالطبع سيد بن كنان وحيد له الدور هام وهو رأى عضو كذلك في المكتب والفرع العقد لطفيديكا في اليتيب وكذا يعمل كذلك على إسعاد وإدخال الصرور على مرضى السرطان وكذا يعمل مع عدة جمعيات على مستوى ولاية وعران كالكشافة الإسلامية وعدة جمعيات كشكراني كعدة جمعيات ينشط معهم ويقدم الكثير لهذه الولاية بالمناسبة أن نقدم كل الشكر والتقدير لهذا الرجل الطيب هذا الرجل يقدم الكثير للمحتاجين ربما كلهم يشهدون له بذلك خاصة في معاملته اليومية وربما مع أطفال الصراطان نظن أنه يكون عمل تنسيقي يكون عمل جماعي ربما النتيجة تكون أحسن يكون في تعاوم بين مختلف الجمعيات ونحن ندعم هذه الأفكار أو هذه المنهجية بحيث نعلم أنه إذا استطعنا أن نتكاتف الجهود ربما نقدم نتائج كبيرة حيث نعمل كذلك على كرياسون دون باس دوني وين ربما نكون فيها كل المحتاجين على مستوى ولاية وعران نحن نعمل مع بعض الجمعيات لكي إن شاء الله بالتعاون مع العداس قدير مديرية النشاط الإجتماعي كي إن شاء الله ننشئ هذا البالدور إن شاء الله باش يكون كل إحصاء إحصاء كل المساكين المعوذين وكذا اليتامة والفقارات أكيد بطبيعة الحال سيد يحيوي هل قمتم ببرمجة ختان الأطفال لهذا الشهر؟ ربما هذا الشهر لم نقل بريزوهد لهذا العام لم نقوم بهذا النشاط وهو ختان الأطفال ربما لظروف كما يعلمها الجميع وهي ظروف صحية فيما يخص الكورونا الكوفيد الكوفيد الساعة إذن ربما أجلنا أو قلنا بلني ربما سنقوم بهذه العملية ربما ربما رفع علينا إن شاء الله هذا البلاء إن شاء الله ونتظرنا إن شاء الله من هذا المنبر إن شاء الله هندقوا الله أن يرفع لنا هذا الوباء إن شاء الله ربما اليوم أتتني الفرصة أنه نقول بلليون فيه نشاط كبير على مستوى مستشفى الإسطو فيما يخص تبرع بالدم ونعلم أن الكثير من المواطنين شوية يستهزوا في التبرع بالدم فيه نشاط على مستوى الإسطو إن شاء الله فلهذا من منبركم إن شاء الله ننجأ وندعو كل مواطنين ولاية وهران إن شاء الله اليوم بابتداء من الساعة التاسعة إن شاء الله في المستشفى داعي الإسطو بعملية تبرع بالدم إن شاء الله إن شاء الله يعني كل قطرة من هذا الدم إن شاء الله تكون تكون في ميزان حسنات أي متبرع وإحنا بدورنا نشكركم ونشكر جماعية كافي اليتيم على هذه الأعمال الخيرية لإدخال الفرحة على هؤلاء اليتامة ونشكر كل المحسنين اللي ساهموا واللي كانت عندهم يد في هذه الأخيرة ونشكرك شكر خاص أنت سيد ديحيوي على هذه المبادرات ونشكر رجال الصحافة على كل النشاط ولولا كل الدعم اللي يقدموه للجمعيات لإيصار كل المعلومات وإرشاد الناس والتوعية وكل الأمور اللي تفيد المواطن شكركم على هذا الروح اللي يلعب بين الجمعيات ورجال الصحافة شكرا 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 مبارك الله فيكم وفيك باركة شكرا شكرك مرة تانية وصحة رمضانك وصحة فطورك شكرا بارك الله فيكم ورمضان شكرا مع سلام أعزائي المستمعين نسل إلى ختام هذا العدد لحصتنا الأسبوعية القيم الإنسانية نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء ودمتم في رعاية الله وحفظه شكرا